بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ومع الوحدة الأولى بعنوان مقدمة عامة في تقييم وتشخيص صعوبات التعلم والدرس الثاني بعنوان التقييم لو جينا إلى تعريف التقييم نقول هو إصدار حكم أو صفة على شيء ما ويتم بناء على القياس مثل طفل متأخر دراسي أو ممتاز إلى آخره لو انتقلنا إلى غراض التقييم طبعا عملية التقييم تسهل اتخاذ القرارات التي عادة ما تبنى على مجموعة من المعلومات المتنوعة وهناك خمس قرارات تتطلب هذه المعلومات المتنوعة أولها قرار الإحالة أو التحويل ويتم في هذه المرحلة تحويل الطالب إلى عدة أطراف أو جهات للحصول على معلومات ونتائج أكثر دقة فالتقييم هو عمل فريق متعدد تخصصات وليس عمل فردي لذا في أن التقييم يتضمن الحاجة المتوقعة من قبل المدرس لطلب المساعدة من العاملين الآخرين في المدرسة الذين يستطيعون تقديم خدمات في هذا المجال ثانيا قرار المسح أو الكشف ويتم هنا إجراء مسح للطلب بهدف تحديد المتأخرين عن أقرانهم في مجال أو أكثر وذلك من أجل إجراء التقييم الشامل والتدريب اللازمين ويتم ذلك عادة عن طريق أدوات أو اختبارات خاصة تسمح بإجراء مقارنات بين هذه الفئة من الطلبة ونظراءهم الذين يشابهونهم في العمر والخبرات الثقافية والاجتماعية ومن ثم يتم التوصية بإجراء تقييم آخر يبين العوامل التي أدت إلى ضعف التحصيل وكإجراء أولي يتم إجراء فحص للقدرات السمعية والبصرية لتحديد الطلبة الذين يعانون المشكلات في هذه القدرات يمكن أن تؤثر في تكيفهم وتعلمهم ثالثا قرار التصنيف بالنسبة لقرار التصنيف هنا نقوم بتقييم الطلبة في العادة لأغراض إدارية باللجوء إلى اختبارات تميز الذين يعانون من إعاقات أو صعوبات تعلم عن غيرهم كما أنه يمكن تمييز الذين يواجهون نفس الصعوبات من الفئة نفسها ليصار بعد ذلك إذا دعت الضرور إلى تزويدهم بالتدريس العلاجي على شكل جمعي وهذا يعتمد على خصائص الطالب نفسه وخصائص الموقف والبيئة التعليمية رابعا قرار التخطيط التعليمي وقرار التخطيط التعليمي ذو فائدة كبيرة للمربين حيث يقدم بيانات مهمة جدا في الميدان التربوي من أجل تخطيط البرامج التي تساعد الطلبة ذوي صعوبات التعلم على التحصيل الأكاديمي والتكيف النفسي وذلك من خلال تحديد جوانب القوة لدى الطالب والمتمثلة في المهارات التي أتقنها وتحديد جوانب الضعف لديه والمتمثلة في المهارات التي لم يتقنها أخيرا قرار الحكم على تقدم الطالب عند تطبيق البرنامج العلاجي تظهر الحاجة إلى تقييم آداء الطالب وذلك لتحديد التعديلات الضرورية الواجب تنفيذها من أجل تقييم آداء الطالب الأكاديمي والسلوكي والاجتماعي الآن لو انتقلنا إلى الاعتبارات الواجب الأخذ بها قبل بدء عملية التقييم طبعا قبل البدء بعملية التقييم لا بد من مراعاة كثير من البنود القانونية والأخلاقية ومن هذه البنود ما يلي أولا الحصول على موافقة ولي الأمر وهذا الموافقة يجب أن تكون خطية وتوضع في ملف الطفل بنموذج خاص بها ينبغي أن يعمل القائمون على التقييم بروح الفريق الواحد مع التأكيد على أن ينتمي أعضاء الفريق الواحد لاقتصاد متعددة يعني هناك معلم الصف هناك مرشد الطلاب مثلا هناك الأخصاء الاجتماعي معالج النطق الطبيب المدير وهكذا وهذا ينتج عنه إحاطة بجوانب الطفل وحاجاته إلى درجة كبيرة أيضا يجب أن نقيم جميع الجوانب المتعلقة بالصعوبة وأيضا ينبغي أن نقوم بتنويع أساليب وسائل التقييم وعدم الاعتماد على اختبار أو آدات تقييم واحدة أيضا يجب أن تتصف الأداء بالصدق وأن لا تكون الأداء متحيزة وكما أن الفاحص يجب أن يتمتع بالكفاءة والخبرة والتدريب المناسب